السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله سنحضر معكم بطاطا بطريقة جيدة رائعة وكما تعرفون البطاطا والفريت مع شوق الكبار والسعار كون شكي عشقها فسنحضرها معكم بطريقة رائعة ونتأكد انها ستنال إعجاب ديركم ان شاء الله اولا ما تنسوا تضغطوا ليعلى زيل الاشتراك وتفعلوا الجرس بجتوصلوا بكل جديد وكذلك قداموني بليلك ديركم وشكرا لجميع الاخوات واي واحدة خلت لي تعليق ودعت معي بالشيفة وتمنت لي التوفيق شكرا لكم بزافة البنات من القلب بسم الله على بركة الله نبدأ في الوصفة دينا عندي هنا ثلاثة القطعة دي البطاطا اللي خصيتها ونقيتها قشرتها ودبا غضي القطعة على هات الشكل هذا المون قطعة بطريقة اللي بغيتو انتوما وغضي نديرها فريكس كاس بشتفور واحدة عشرة ديال دقايق انتوما البطاطا ديني من بعدما التفورات اللي بديتها او وضعتها في بول ودبا غضي المعساة مزيان يتمع سواء بالفرشيطة وبدك الماكينة ديالي السر ديال مهم تحنوها فيها او الطريقة هادي المهم اي حاجة المهم انكم تتمع سواء مزيان وتأكدوا انها طفورة تمزيان انتوما الخالد ديالي كيفاش كي يجرى ماز تمزيان محدة سخونة باش تشيني سهلة هنا كنضيف شوية ديال البصار وشوية ديال الملحة منسبة للتوابيل او العطريان اكتفيت بالبصار والملحة وانتوما تقدرات اضيفوا التوابيل اللي كتعجبكم هنا كنضيف جوج معرقة كوبار ديال الميزينة ودائما هذه المكنوينة لك نضيف البطاطا كي تبقى حسب كمية ديال البطاطا اللي ادرتوه هنا يضيف تلاثة معرقة جوج معرقة كوبار ديال الميزينة ومعرقة كبيرة ديال الدقيق الخاص بالحلويات شوية ديال القزبور المعدنس ومليحة وكذلك شوية ديال تلما تضيفوا لعندكم بودر او انكم تأخذوا جوج في السلس وتقطعوه وتقطعوه مزيال تضيفوهم البطاطا دياليال هانتما كان نضيف كان نخلط الخليط ديالي حتى كان حصل على هاد القوام وكان اخذ جيب حلواني وكان نضيف فيه الخليط ديال البطاطا وإلا ما عندكم شو تقدروا تضيرو غير ميكة هادية وتقطعوها من التحت وكان بدنشكل البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا مشاء الله ارى خرجت لي كمية كبيرة لك شوية ديالكم إلا استعملت غير الججر سيتكفيكم هانتما من بعد المشكلة البطاطا ديالي كاملة هادي ينتوز نقليها هنا الزيت تكون سخونة والعافية تكون مهيلة او متوسطة المهم انكم ما تجاعدوش عليها لانها تحرق ضغياء او متوسطة نضع البطاطا ديالي وكما قلت لكم العافية مهيلة والزيت تكون سخونة غير تبانيكم بدات كتتتحمل او غير بدات بدات كتتتحمل دك اللون الدهبي حيضوها وخا كتبانيكم لوية غير كتبانيكم كتبرتك راها كتقرمش وانتوما البنت راها نقلبها وانتوما راها تشوفو كتبان لاوية ولكن غير مجرد ما تضحيدوها كتخليوها تبرد راها تتقرمش ضغياء وانتوما كتقلبتوه كتجي فن البنت بها الطريقة كتجي سهلة وانما فيكم ما يشكلها على الشكل هذا تقدروا تديرو فيها غير ذوك الخطوطة تقطعوها وانتقلبها وانتوما وهذه هي نفططة تشوفو البنت كتشوفو لو الذهب لا تكتروا لها العافية لا تجهدوها لانتوما قرمشة ولا تحرق لكم حيث تكون في هذه المرورية وانتوما رافقتها بشوية المايونيز تقدروا ترافقوها بالكاتشوب أو أي صلصة تعجبكم وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى لأعجبكم الفيديو لا تنساوي وكذلك التعليقات لمحفزتي لكم وشكرا لكم لمشاهدة وموعدنا إن شاء الله مع فيديو جديد ووصلة جديدة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر